ازيكم يا جماعة منيه يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض فكرة جميلة جدا ومعانا تقنية بسيطة وسهلة للناس اللي مش بتحب شغل الأسمنت النهاردة هنشتغلوا بالغراء والرمل طبعا الفكرة دي يا جماعة جديدة والغراء مع الرمل ولله الحمد ما حد تشتغل بيه قبل كده خالص ولكن احنا بنحاوله وبنكتهده على قد ما نقدره ان احنا نسهلو لكم الموضوع لان في ناس كتير تواصلت معايا ومش حابة انها تشتغل بالأسمنت فده هيكون بديل كواس جدا وبإذن الله تعجبكم الفكرة طيب عشان نشتغلوا بنفس الموضوع ويكون الموضوع بالنسبة لنا سهل اول حاجة بنجيب معانا البلونة بعد كده بنحط عليها الغراء وبعد كده بنحط عليها الرمل بنعمل خمس طبعات زي ما انتوا شايفين بنفس الشكل ده بنحطها لأي حاجة بحيث ان هي تكون مظبوطة معانا وما تحركش كتير بعد كده بنجيب معانا قطع من الفل ما عندناش فيلم اللي هو للواحة بقطع زي ده بنعمل في اي طبق او اي غطأ او كارتونة بنعملها دايرة او اي شكل احنا عايزينه بنبدأ نحط في اللاسمنت وبنحط في حديد بنفس الشكل ده بحيث ان هو يكون قوي تمام بعد كده بنعمل خمس طبعات او ست طبعات انا هنا عملت ثلاث عشان كده طلعت ضعيفة شوية وهريكم في الاخر المشكلة اللي حصلت معاي عشان اللي هيشتغل بالرمل مع الغراء يبقى عارف الموضوع مش ازاي تمام بعد كده بطلع الدايرتين اللي معايا طبعا دايرة صغيرة ودايرة كبيرة هم شيء يا جماعة في الشغل التنظيف والصنفرة لان هي دي في الاخر هي اللي بتظهر مع الدهنات وبتظهر مع الشغل لما بيخلص لان طبعا اهم شيء نضافة الشغل لان الدهنات مش بتدار العيوب الدهنات بتفضح العيوب وبتبينها لان الناس كتير مش بتاخد بالها من كوزية دي تمام نرجع تاني اول حاجة طبعا بتحط شوية اسمانت وبتركب الاتنين في بعض تمام بعد كده بثبت الدار اللي معانا او الكرة الصغيرة او الشكل اللي معايا بنفس الشكل دا شوية اسمانت وبسنتهم باي حاجة وبسيبها خالص لحد ما تنشاف وبتكون بالشكل اللي انتوا شايفونه دا بتكون قوية جدا لان طبعا هي هي رمل مع غيرا مع اسمانت طبعا بيمسك كويس جدا تمام بعد كده بثبت الشلال اللي معانا الشلال دا يا جماعة بيكون جاي مع المطور او المضخة بتاعة النفورة اللي معانا اللي احنا هنعملوها يعني هو المطور بيجي مطور صغير كده وبيجي معايا الشلال اللي انتوا شايفينه دا بيجي في نفس العلبة يعني تمام المطور اللي انتوا شايفينه دا يا جماعة بيعمل ستين جنيه دا اقل حاجة يعني اقل حجم فيه طبعا اكتر من كده وكل ما بتزود في ارتفاع المطورة وضغط المية بتزود في الحجم اللي انت عايزه فبالتالي سعره بيبقى ازياد شوية هنا عملت عجينة سراميك بحيس ان انا اعمل الكنار او اعمل الاطار بداعها بعجينة السراميك تمام الخطوة هنا يا جماعة اللي انا بقول لكم عليها انا هنا دهانت بوليستر مرة واحدة تمام المفروض ادهم بوليستر تلات مرات او اربع مرات ليه لان طبعا الغرة مع الرمل طبعا لو فيه مية يا جماعة هتبدأ ان هي تصرب دا طبيعي لان هو غرة طبعا هو الغرة بتخفف بالمية فلو فيه اي مية هيفوك فايه اللي يعزل عنه المية البوليستر ولكن انا هنا غلطت غلطة وحطت بوليستر طبع واحدة المفروض كنت حط البوليستر تلات طبعات يعني حط طبع واسبتين شاف نفس الموضوع في الطبعة التانية والطبعة التالتة تمام المطور بيركب معانا وحطيت برضو سيريا او ليد بنفس الشكل ده بعد كده حطيت المية وابتديت ان انا اشغل النفورة طبعا انا قلت لكم على الجزئية بتاعت البوليستر تاخدوا بالكم منها الجزئية كمان ان انت هتحط خمس طبعات رمل لو هتعمل بنفس الشكل ده او الشكل معاك هكون في مية اهم شي ان انت تازل كويس بالبوليستر وتعمل خمس طبعات او ست طبعات من الرمل والغيرة عشان خاطر تعيش وما تصربش وتكون شكلها كويس وتكون شكلها جميل وتكون عملية هنا هزبطت شوية ورد دي هدية البنت اختي الصغيرة فحبيت ان انا خليها كده يعني ايه اه شكلها زاهي يعني او شكلها فيه بهجة فزودت الورد فممكن اي حد يعملها باي شكل هو عايزه او ممكن يلون مفيش اي مشكلة اتمنى تكون التقنية او الفكرة تكون عجبتكم ولو عجبتكم ما تشتركوا في القناة وتشرفونا دايما ومشاهدة الافكار اللي قبل كده بشكركم جدا جدا السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة